الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من من الذي ينجو من القضايا والمشاكل؟ من من الذي يمر عمره هكذا دون متاعب أو مصاعب أو مشاق؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في نعيم وسعادة على الدوام لكن كيف نحل مشاكلنا؟ كيف نتغلب على قضايانا؟ ربنا سبحانه وتعالى يطالعنا في القرآن قائلاً يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب كثيراً ما نسمع عن حالات طلاق لأتفه الأسباب كثيراً ما نسمع عن مشاكل أسرية لأتفه الأسباب وتقام القضايا والمشاكل بين العائلات والأسر وغير ذلك أين الحكمة؟ أين الصبر؟ وعاشروهن بالمعروف إن حدث شيء في الأسرة بين الزوجين إن لم تكن بيننا المودة فلا نعدم معروفاً وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً هكذا علمنا مولانا سبحانه وتعالى وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها خلقاً أخر هكذا لتمر الحياة هكذا لتمر دنيانا ومن هنا قال مولانا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشأ لو غلبنا الحكمة في جميع مشاكلنا وقضايانا لمرت أمورنا وحياتنا بسلام دون مصاعب أو متاعب أو مشاكل أو قضايا ولذلك مولانا سبحانه وتعالى يأمرنا أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بالحكمة في هذه الشاه فأتاه بالقلب واللسان ثم قال ائتني بأخبث مضغتين فأتاه أيضاً بهذا القلب وذاك اللسان فقال ما الموضوع قال إنه لا أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا إنها الحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قال له الصحابي يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ما أسهل الغضب ما أسهل الغضب حين ترى مشكلة أمامك ما أسهل أن تتعامل مع المشاكل والقضايا بغضب ويحدث ما يحدث لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تقتله لماذا يا رسول الله قال حتى لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه أين نحن من هذه الحكمة ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة في رواية رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس علماً كان أو حلاً لمشاكل الناس أو تعاملاً مع الناس حكمة في كل مناح الحياة يتعامل بحكمة هذا ننظر إليه هذا ننظر إليه لنتعلم لنتربى كيف يتعامل مع قضاياه ومشاكله رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق كثيرة هي المواقف التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تعامل فيها النبي عليه الصلاة والسلام بحكمة بالغة لتتعلم الأمة لتتربى الأمة على حل مشاكلها وقضاياها بحكمة بالغة بليغة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا نتغلب على مشاكلنا وقضايانا ونتعامل معها بحكمة لنصل إلى حل لقضايانا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله